ما السبب الذي قد يدفعنا لتوظيفك؟ ايه الحاجات المزايا اللي عندك اللي تخلينا نوظفك دون ان عمل بيت الناس؟ اضرب حد كباب على السؤال دوت قالك يعني انتو طلبين الناس تشتغل وانا قاعد فاضي يعني شغلوني تمام؟ لا انت مفروض بتقول ان الوظيفة المطلوبة او الشركة عايزة حد بيعرف كذا 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 وانا عندي الخبرات العملية في كذا 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 فده يخليني الشخص المثالي لتولي الوظيفة عشان انا عندي خبرة في كذا وكذا وكذا وعرفت اعمل كذا كذا وحققت النجاح في كذا 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 تمام؟ اكتر حاجات الاصحاب العمل او الراجل اللي بيعمل الترفيه بيدور عليها انه كن الراجل ده عنده دفع وطموح وفي بعض الحاجات اللي بتفيد اللي هو انت مثلا ما عندكش خبرة في الموضوع ده كبيرة اللي هي الكدر على ده فريق او مهارة كويسة في الحسوب وفي الناس بتدور على حد يكون بيعرف عرب انجليزي لان ممكن حد يكون كويس جدا في الجيزة بس ما عرفش عربي فيه ففي الخليج مش عارف يتعامل مع المالك او بتعامل مع البلدية فده بيعمل نوع من ففي واحد هو اللي بيعمل الشغل وواحد تاني هو اللي بيروح يتكلم مع البلدية فده مبقاش كويس مهارة العمل الجماعي دي ناس كتير بيدور عليها انا مشتغلت في فريق كذا او طبعت فريق كذا وعملنا كذا كذا فيعني او بيحس ان ده لما هيجي في الفريق ما بيشتغلش الواحده ده بيخش في الفريق ويحقق انجازات ويحقق اهدف اشتركوا في القناة